نخصصها للشأن العربي بدايتها من لبنان حيث أجاز مجلس النواب اللبناني قرضاً بقيمة 246 مليون دولار من البنك الدولي والذي من شأنه أنه يقدم مساعدة نقدية لأكثر من 160 ألف أسرة في البلد الصغير الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة ومن وباء بايروس كورونا نظم متظاهرون لبنانيون مسيرة احتجاجية كبيرة من أمام مقر وزارة داخلية وحتى وسط العاصمة بيروت بالقرب من مقر مجلس النواب بسحة النجمة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والغلاء المعيشي أبدى المحتجون ومعظمهم من تجمعات الشبابية والطلابية والمجتمع المدني غضبهم الشديد إزاء تدهور المتفاقم في الوضع الاقتصادي وتداعياته على الشعب لا سيما جرى التراجع السريع في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي للمزيد ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من بيروت الأستاذ عباس صالح الكاتب والمحلل السياسي أستاذ عباس بداية أرحب بك في هذه الجولة من الآن يعني تدهوراً دراماتيكي كبير يشهده اليوم الليرة اللبنانية أمام الدولار تنعكس بشكل واضح على مأكل ومشرب المواطن اللبناني إلى أي مدى يمكن أن تصل الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى أزمة أمنية؟ نعم أتعلمنا صباحاً صباحاً مشاهدي الكرام أعتقد أن ما بلغته الأزمة اللبنانية غير مستقيمة نهاية وبالتالي أن الانتيار الذي حصل على تعالصار في الليرة اللبنانية أمام دولار الأمريكي ينبئ بأزمة اقتصادية كبيرة جداً تصل إلى حد أن أزمة تجوع حقيقية ممكن أن يعاني منها اللبنانيين في ظل الشحن الواضح في العملات الأجنبية وفي العملات عموماً والتدخم الكبير الذي طرأ على الليرة اللبنانية بحيث أن الموظف لن يعد يقي راتبه بيومين فقط إذا ما تمت تقارنة وفق الدراسات والقواعد الألمية والمنطقية هذا ما حرك بعض اللبنانيين بشكل تنقاط ودفعهم إلى الشارع ليعبروا عن غضب المتعاب الكبير مما بلغته الأمور ولسيماً هل صبقة السياسية الفاسدة بمثمانها والسارقة بمثمانها أن الحكام بمثمانهم من المتعاب الكبير لنسى هناك أي سياسية تتعاطى في السأل السياسي اليوم لنسى بتورطة بالسرقات وبالتقاسم وبالتحاصص والتحاصص المعلن والذي بات على يعني يتم على ستات التلفزة من دون حياء ومن دون فجأ منذ أكثر من خمسة أشهر هذا الرقم الأخير أو المثل الأخير الذي يمكن أن يؤخذ في هذا الرقم هو أنه منذ خمسة أشهر وأكثر كل طراء المدينة في تسكيل حكومة لبنانية على أن تكون من الاختصاصيين الذين يتولون انتشال الرجال أو انتشال ما يمكن انتشاله في الشق الاختصادي وإعادة الموحدة قابلة عهد واختير الحريري الرجل تتلقص حكومة الاختصاصيين من غير السياسيين وهنا يعني الشؤال الأكبر والمحيّر أن رئيس حكومة السياسي من الصبقة السياسية المتعبة بالفساد يستفكح حكومة الاختصاصيين وعلى شكس السلفزة وعلى رؤس الأشياء أنني أريد كذا وأريد المرفق القلامي وأريد إرادات المرفق القلامي وأريد سنة أرباح سارة أرباح مصطفقات القدنية عدناً وبدود أي حجل وبدوار لقد وصل الدبنان إلى قارئة آوية لم يعد من دمكان الدرار على هذا الدبنوان اليوم حالي المتنمي يقول في الشوارع وفي الساحات نحن ونقنان تديث أو هذه الطبقة الفاسدة فالتحدي اليوم والحرب بين هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تفارس طيب أستاذ عباس وغير السعب نعم أستاذ عباس وفي ظل كل ما تسرده من مفردات تعنط واضح ربما في الطبقة السياسية عن تنفيذ هذه الحكومة وفكر المحاصصة من ناحية أخرى ضغطات كبيرة دولية تتعرض لها هذه الطبقة السياسية للاستمرار أو لإكمال هذا الاستحقاق وما ينتظره الشعب وتشكيل حكومة اختصاصيين من الداخل اللبناني أيضا شهدنا ربما كان مؤخرا خطاب بطريارك الكنيسة المارونية والذي طالب فيه أو أعلن فيه على وجه الخصوص عن ضرورة عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لضمان حياد لبنان وجهات أخرى رفضت هذا الخطاب ما الذي سيدفع هذه الطبقة السياسية اليوم إذن للمضي قدما في تشكيل حكومة يا عزيزتي أنا قد وضعت فعل تصبع فيه على بواقعي الحقيقي الواقع الحقيقي أن كل تحتيتها وكل تحتيتها فيها وكل تحاول تحاول أن تسلسل الأمور على طريقتها تكسب المزيد من الانتياجات من نظام السياسي الصحابة القائمة على الصحابة من أن نقرر اتباق الصحابة العامة المزيدين المترك الماروني آخر تموت في هذا المطار هو أن يطرح التدوير بطريقة تناسبه شخصيا ولا تناسب المجتمع اللبناني لا يستهدى شمائة اللبنانية تطورها حي يمكن أن تطالب باحتلال أجنبي يأتي ويأتي ومتعرض المتطلب ليس هذا طرحاً لبنانياً وليس فرحاً وطنياً في أي حال من الأحوال المشكلة أن كل تخصية وكل تأتي تحاول أن تطلق تغلق بالأمور على طريقتها وتحاول أن تؤثر الشعب اللبناني في شعارات فارغة وفضطابة لتنفذ أجندتها السياسية الخاصة وهذا مخصوص من قبل كافة مرقاح الشعب اللبناني الذين لن يبنور بعض بحراكه السياسي الصارح والرافض لكل هذه الطبقة السياسية والرافض لأن النظام السياسي ربما وليل وربما لقيه للنظام الصائف اللبناني الذي أدى إلى هذا التمزق وإلى هذا التشربط وإلى هذا التمار في الكيان اللبناني طيب أستاذ عباس يعني منذ عام 2005 تقريبا لم يشهد لبنان حكومة اختصاصيين وكانت كل الحكومات قائمة على فكر المحاصصة ربما ما الذي سيغير هذا اليوم هل تعتقد أن هذا يعني الدفع والضغط من الشعب من المواطنين سيغير المشهد هل هو كافي للضغط على الطبقة السياسية أم أن الطبقة ربما ستستمر أيضا في تجاهل حتى هذا الضغط الشعبي يا عزيزتي المشكلة أن كل طرف من الأطراف يتسلح بقاعدة الشعبية ويخذر التاج بالتعارات الطائفية وبالتخويف من الآخر فهذه حقيقة الظهور فلنقول بصراحة كل طرف في نبنان اليوم تحاول افتغلال مساعر قاعدة الشعبية ليخوصها من القاعدة الأخرى وكل طائفة تخوص رعاياها من رعايا الصوائد الأخرى هذه المشكلة باختصارات وبالتالي ولكن يا سيد الفاضل أستاذ عباس نعم أستاذ عباس ولكن كما نشاهد في هذه الصور يعني هذه المظاهر وهذه المظاهرات والاحتجاجات والوضع الاقتصادي هذا لا يطول فئة عن أخرى هذا لا يطول مواطن مسيحي عن آخر مسلم أو غيره يعني هم جميعا يعني يطالهم هذا الوضع الاقتصادي تطالهم هذه القيمة الشرائية التي باتت تتهاوى يوما بعد الآخر أكثر فأكثر يعني ولا نعتقد أن هذه الأرقام وهذه الأعداد من المتظاهرين الذي نراها في الصور هي لفئة واحدة نعم فعلا ما تقولينه صحيحا مئة بالمئة ولكن ولكن هذه السبقات الشعبية الخارجة على طوائفها هي لا تشكي لستك واحد بالمئة من المخزون الطوائف الفعلي مخزون الطوائف الفعلي ما زال جاسسا في وجوده مخدرا بشعارات طائفية وبالتخوير من الآخر مع أن الأزمة الاقتصادية والأزمة المعيشية تطال كل بيت وكل سفل وكل إمرأة وكل مسل وكل شيخ وكل شاب في هذا الوطن ولكن كل جماعة تحاول أن نوحي لأنصارها بأن المشكلة لدى آخر وندى الطرف آخر وهذا خطأ مئة في مئة لن يستقيم لبنان ولن تستقيم الأمور في لبنان إلا بعد خروج جافة الأبنائي وصرختهم آآ وبعد أن يخرج كل طائفة وبعد أن تخرج كل طائفة لتنصف دعامتها التاريخ والسياسة وتكون دعامتها لسياسة حين ذاك ممن أن يستقيم الأمور في لبنان لكن أن يخرج اليوم المسيحي ليقول كل ما يقوله ويستحى أن المسكلة عند الصرف مش مسل والمسل يقول أن المسكلة عند الصرف المسيحي وعرض ما ينصح على مسألة التجميل الحكومة حتى هذه التجميل ساذة عباة صالح الكاتب والمحلل السياسي أشكر جزيلا شكر على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر